طيب تعالوا بقى نقف شوية أنا وحضراتكم ونهواند عند موضوع يعتبر موضوع مهم ومنطقي جدا الحقيقة مبني بالكامل على تصريحات في منتهى الأهمية للجاني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي كان حريص على المشاركة في مؤتمر البيئة الآمنة الخاص بالرياضة اللي عقد مؤخرا في فالانسيا بأسبانيا طبعا تم عقده على هامش الأسبوع الأوروبي للرياضة وبرضه في نفس الوقت في إطار الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي شارك انفنتينو عبر رسالة فيديو مسجلة وأكد فيها أن ملايين الأشخاص الذين يلعبون وهو سمها كده أجمل لعبة في العالم على مستوى العالم لهم جميعا الحق في ممارسة الرياضة في بيئة آمنة وقال نصا كرة القدم تدور حول المتعة سواء باللعب أو التدريب أو التحكيم أو المشاهدة أو الدعم نريد أن يتمكن الجميع من الاستمتاع بأجمل مباراة في العالم في بيئة آمنة ومبهجة وأضاف انفنتينو قال يلعب الملايين من الشباب والنساء والرجال في جميع أنحاء العالم كرة القدم وخاصة الأطفال في مدارسهم وفي الملاعب وفي أي وقت وفي كل مكان القاسم المشترك بين كل هؤلاء الأشخاص هو الحق في الاستمتاع بكرة القدم في بيئة أكثر أمانا وكذلك الحق في ثقافة الاحترام والتفاهم أعتقد القيم دي والمفاهيم دي يعني المنطق يقولي نحن حتى كنا في غير أن نحن نتكلم عنه معناه أن فيه نقص ملحوظ فيهم بيحصل طبعا وبيحصل أكثر من كده كمان بيحصل عنصرية يعني أنفنتينو تكلم على العديد من النقاط الهمة وكمان خليني أقول لحضرتكم كمان أضاف فؤال مسؤوليتنا جميعا أن نسع جاهدين للحفاظ على سلامة الأطفال وجميع البالغين بما في ذلك الأشخاص الأكثر ضعفا الذين يشاركون في كرة القدم وكمان شدد على أن الاتحاد الدولي كرة القدم دهي الالتزام طويل الأمد بحماية حقوق الإنسان بفضل برنامج الفيفا والحماية الذي تم إطلاقه في عام 2020 من خلال أيضا قسم الحماية وحماية التفل في الاتحاد الدولي لقرة القدم وكمان سلط خلينا أقول لحضرتكم على موقف اتحاد الدولي بعدم التسامح مطلقا ودي نقطة مهمة ضد جميع أشكال العنف والمضايقة والإساءة ودور كمان مدونة الأخلاقيات الخاصة به ومذكرة التفاهم مع كل من مكتب هنا الأمم المتحدة طبعا المعني بالمخدرات وبالجريمة أجلس كمان أيضا الأوروبي وصلت الدوء على موقف الاتحاد الدولي لقرة القدم بعدم التسامح مطلقا ضد جميع أشكال العنف والمضايقة والإساءة ودور مدونة الأخلاقيات هنا الخاصة وشدد عليها أكتر من مرة والتفاهم من مكتب الأمم المتحدة زي ما كنت بقول لحضراتكم فنقطة مهمة جدا ومهمة كمان أنا كنت أتمنى مع كل اللي أنا بقوله ده مع كل ما قيل وتم التصريح به من قبل إنفانتينو أن يضاف جملة العنصرية هذه المرة تكلم عنها طبعا قبل كده في كتير من التصريحات لكن ما ذكرهاش المرة العنصرية للأسف الشديد هي من أكتر أو من أكبر المظاهر اللي بنشوفها سواء من على فكرة لعيبة أو من جماهير فنقطة كانت مهمة وملف مهم جدا للعنصرية مرفوضة في العالم كله في بعض الدول كمان اللي بتعاقب على التصرفات اللي من هذا النوع بالحبس مش قصة بس بتبقى نوع من المخالفات وغيره لا ده في محاسبة قانونية في الفترة الأخيرة كان فيه ماتشوات كتير لو تفتكر كان من ضمن الأخبار نحن قلناها أنه تم رصد عدد معين من جماهير أنا مش فاكر كان ماتش مين ومين بس كان فيه حتى رصد من خلال الكاميرات لجماهير أساءت لواحد من اللاعبين والحقيقة يعني غريب أنها ما تقالتش يا طبعا المعنى مفهوم بشكل ضمني في وسط سياق الكلام اللي هو قيل وفيما يتعلق بمسألة المضايقات والإساءة لكن ككلمة هي تستحقنها تتقال بشكل مجرد إن هي فعلا نتج عنها مشاكل كتير جدا في الفترة الأخيرة وشوفوا حضراتكم احنا وصلنا تسنة كام ولسه إلى يومنا هذا العنصرية مش بس موجودة لا دي كمان في تزايد ملحوظ حتى في شوارع أوروبا بتاقي فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب بالكامل محتوى مبني على فكرة العنصرية شيء يعني بغيط جدا الحقيقة ترجمة نانسي قنقر